في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما ينسب منها بالجانب الغذائي وصحة المواطنين تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني باقسنطينة من توقيف شخصية تتراوح أعمارهما ما بين 27 و 29 سنة بتهمة جلحة عدم احترام الزمية المنتوج حيث يتلقى القضية تعود إلى قيام أفراد فرق الأمن والتحري للدرك الوطني باقسنطينة بنقطة مراقبة بالطريق الصياشة الغرب على مستوى جبل الوحش أين لفت انتباههم شاحنة تبريد بعد مراقبة الوثائق وتفتيشها تبين أنها تحمل ما يفوق ست قناطير من لحم الدجاج متمثل في لحم مفروم سكالوب مجمد وغير مجمد كبد الدجاج فخذ الدجاج عند معين ثلاجة شاحنة تبين أنها معطلة وغير قابلة لاستعمال على الفور تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق معاية لاف معظم الكمية المحجوزة بالتنسيق مع مديرية التجارة مديرية مصالح الفلاحية على مستوى مركز الرجم التقنبي عين سمارا موسيقى